طب يعني توجه الدولة مثلاً دلوقتي بتدعم المشروعات الشباب أو مشروعات الصغيرة أو أو شايف حضرتك أن دي من الممكن أنها يعني تسري الحياة الاقتصادية؟ أنا بفوجة نظري المشروعات الصغيرة مفيدة ومهمة جداً وكل حاجة بس لازم أن الشاب أو الشابة اللي هيعمل هذا المشروع يبقى واخد قدر من التدريب قبل ما يشتغل يعني برضو هرجع أديكي مثال بألمانيا لما واحد هناك بيتخرج من مدرسة صناعية أو تعليم فني صناعي مثلاً أو في عندهم في التعليم الفني تخصصات كتير فريدي مثلاً عايز يشتغل نجار عايز يشتغل نقاش عايز يشتغل سباك الحاجات دي كلها فترة التعليم بتاعته جزء منها بيبقى جنب التعليم في المدرسة في ورش خلاص نجح واخد الشهادة بتاعته اللي هي زي مثلاً تعليم الفني في مصر مايقدرش يفتح الورشة الخاصة بيه قبل مرور فترة زمنية معانية وليالتاكن تلات سنين تدريب بيشتغل مش تدريب بقى بيشتغل في ورشة كبيرة أو ورشة متوسطة أو حاجة زي كده وبياخد شهادة إنه أجاد وإنه هو بقى خلق يعني لاتك في المدرسة لا 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 لازم يشتغل تلات أربع سنين أنا مش فاكرة عدد السنوات قدية بس لازم يشتغل ويبقى عنده شهادة خبرة من صاحب الورشة الأستاذ ده يشتغل عندنا وقعت كذا وعمل كذا وأعم وأهل إنه هو يقدر يشتغل بصورة مستقلة ويقدر يفتح الورشة بتاعته فاللي أنا بقوله إن أحياناً الشباب ما بياخدوش فترة تدريب كافي فيتخرج يقولك طب هنأخد قرده وحعمل المشروع بتاعي لا هذا لا يكفي هذا لا يكفي لأنه ممكن هو مش بسوق نية ولكن بسوق حظ أو بعدم تدريب أو عدم دراية بأحوال بالسوق إنه هو ما ينجحش وبتحصل حتى ليه نقزمه يعني ليه نقزم الشاب طب هذا يستدعي أن تكون أيضاً المدارس الصناعية في مصر هي كانت موجودة بشكل مكسف ومدارس الزراعية أيضاً إن يكون فيها إمكانيات للتدريب ما هي حقول لحضرتك حاجة وكان فيه نظام معمول به اللي هو نظام مدارس التعليم الفني المشترك أو اللي هي مبارك كول كان نسمعها تجربة مبارك كول فدول كانوا بيدرسوا سنتين تعليم فني السنتين دول نوص الوقت تقريباً بيشتغل في ورش وفي مصانع وحاجات زي كده وبيبقى المدارس متفقى مع المصانع في المنطقة الحالية الولاد هيروحوا يتدربوا هناك مثلا تعليم الصناعي فبيروحوا يتدربوا هناك وبيبقى بياخدوا درجات من التدريب في المصانع وبياخدوا الامتحادات نات بتاعتهم وبالتالي الولد من دول أو البنت بتتخرج واخد تدريب كافي وجزء منهم لا بقسة بيه أو جزء الأكبر منهم بيروح يشتغل في المصانع اللي تدربوا فيها فتبقى تدريب وفي نفس الوقت فرصة عمل لهم فإحنا لما طلوباً النظام ده يرجع ويتعمل في كل المحافظات شو عمام ما يبقاش قاسر على عدد محدود من المحافظات لأنه دي فرصة إن الولاد تتعلم صح أحياناً الولاد لما ما بيبقاش فيه مرامج تعليمية متطورة وورش متطورة بقول مدارس اللي بيتعلموه ما بيبقاش كافي فلما بيروحوا يشتغلوا يقدموا على طلب شغلوا في مصنع ولا حاجة بيقولك إحنا بنتطر نمحي من دماغهم كل هو اللي تعلموه عشان يبتدوا يتعلموا من جديد الأسلوب العمل في المصانع دي بس علشان أقولك كلمة كويسة عشان يبقى كلمة الأولاد المصريين الحياة الشباب الشباب دول بيبقوا كويسين قوي يعني نوبها فبيقدروا يتكيفوا وبيطوروا نفسهم وبيتعلموا وبيتضربوا بيبقوا ممتازين طب دي يعني دي ميزة المفروضة نستغل لها نستثمرها إن الولاد بيبقوا يعني المصري نبيه فمع فترة تدريب ثلاث لست شهور في المصانع اللي هم هيروحوا وصاروا فيها بيبقوا كويسين قوي ونفس الشيء بيقال على خريجي كليات الهندسة كليات الهندسة في مصر ممتازين شوي التدريب بسيط بيبقوا أحسن من المهندسين الأجانب فهي النقطة طيب المصانع بقى اللي بتاخد الشباب دول وتدربهم ثلاث شهور وست شهور ما لازم تاخد ميزة كمان يعني أنت النهاردة بتاخد ولاد وأحيانا ما بيكونوش خريجي تعليم فني بتاخد شباب خريجي عددية تاخدهم وتقعد تدربهم ست شهور أي جهة بتاخد شباب تدربه وترفع من المهارة بتاعته لازم تاخد مقابل أو مزايا ضريبية مقابل نهبة اعفاءات مثلا يعني هقول لحضرتك حاجة يعني أرجو أن ما كنش خركت عن الموضوع قطاع غير الرسمي للناس ديما اللي بيقعد بيشتكوا فيه يقولك عايزين نعمل وعايزين نسوي بتاع قطاع غير الرسمي ده أحسن مدرسة تدريب في مصر أكبر مدرسة تدريب يعني اللي عايز يشتغل في النجارة ويشتغل في ورشة تعليم ورشة غير رسمية بيتعلم بيتعلم جامد بيتعلم الصانع جامد بعد كده بتاخده المصانع القطاع غير الرسمي في مصر هل هو يعني له حب كبير بصي على حسب أنت بتكلمي علي لو بتكلمي على قطاع غير الرسمي اللي هو جوه أماكن جوه ورش محلات شؤة يعني جوه مكان محدد المعالم ده لا يومثل أكتر من مثلا قيمة الناتج اللي فيه 17-20% من الناتج المحلي الإجمال لكن أنت عندك نوع آخر من القطاع الخاص غير الرسمي اللي مش عارفين نعمله تقييم اللي هو خارج منشآت يعني مثلا أه دول حتى جزء منهم مش مترخص ما تبقيش عارفة دول دخلهم قد إيه الباع الجائلين اللي مش عارفة إيه زمان الباع الجائل كان بيبع عنده رخصة نحاسة المنادي كان بيبع عنده نحاسة وليها عليها رقم وبيدفع في الحي كل شهر أو كل سنة مبلغ علشان يبع عنده رخصة ممارسة مهنة المنادي النهاردة أنت بكل شارع أي بواب وقف دلوقتي بيشتغل منادي طب وانت واخد ترخيص منادي طب يعني فكرة دمج هذا القطاع اللي هنقول غير رسمي في القطاع الرسمي في الدولة يحتاج لإيه؟ هي عملية مش سهلة يعني أنا حقولك يعني من خلال الممارسة العملية مش سهلة عبداً فيه جزء من قطاع غير رسمي صغير بس واضح المعالم ممكن يدي حاجة يجيب نتيجة ده بتعمليله إيه علشان تشجعيه بتعمليله نظام درائب مبسط خالص بحيث أنه يبقى عارف من الأول أنا هدفع مثلاً ألفين جنيه تلات تلاف جنيه في السنة وخلاص ده نظام الدريبة المبسطة السهلة دي اتعاملت فعلاً سنة عشرين يعني وزارة وزارة المالية عملت قانون درائب جديد قانون درائب خاص بالمشروعات الصغيرة وهاي بس الشباب بتوع المشروعات غير الرسمية لسه ما عرفوش حاجة عنه احنا بنحاول نعمل برنامج لتدريب لتوعية الناس ايه المزايلة موجودة في قانون الدرائب لكن الصغيرين المتناهي الصغر دول أساساً دول في حد الإعفاء دول في حد الإعفاء يعني حتى لو انت قلتلهم احنا عايزين نعملكوا رسمي ما هيبقوا رسمي معفا عنهم لأنه دخلهم هلا يلقوا يدوبك بيعيشهم يعني سؤال أخير لحضرتك يعني بسأل عن موضوعه بيشغل حتى الشارع المصري فكرة التسعير الجبرية ايه رأيك فيها؟ بصي هي عمرها ما نكحت تسعير الجبرية عمرها ما نكحت في أي بلد ولا في مصر ولا في غير مصر يعني انا افتكر حتى أيام جمال عبدالنصر كانوا عاملين تسعير الجبرية الحاجات معانة يعني واحنا صغارين كانوا الدللات والدللين يجروا بسرعة يجيبوا الهجم الجمعية فما نلحقش نجيبها احنا كمواطنين ويبيعوها بالسعر الجبري وبعدين يبقى لنا احنا بالسعر الحر فبصي حتى في أحلك الظروف الحاجات دي مؤقتة عملية حكومة تقول للناس انت هتبيع الكيلو بكذا لازم الناس هتتحيل في عملية التسعير الجبرية طب يعني هل تترك الحال احنا قول بقى من غير ما تعمله هو حر لوحده يعني التسعير الجبرية دي عمرها ما نكحت في أي حتة وبتعمل تشوه لأنه لو التسعير يعني لا تحمي الناس مثلا من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه الحاجة اللي تحمي الناس من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه هي تحت السلعة يعني لا يعني لو انت بتنتجي أكتر وبتوتيح السلع في السوق طب ما خلاص هي بقى إيه اللي هيرفع السعر؟ هي اللي بيرفع السعر هو إن الكمية بتبقى محدودة وبعدين تيجي تقولي طيب أنا بقى ايه أنا هبيع الكمية المحدودة دي بعشرة جنيه لا هي محدودة انت مش قادر توفر كمية كبيرة فغاصباً الأعمالية هتنفلت ترجمة نانسي قنقر